مارتين غريفس مبعوث الامم المتحدة لليمن ان قضية مقتل الاعلامي السعودي جمال خاشجي وقرب الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة وراء دعوة وقف الحرب باليمن وفي مقابلة مع قناة الامريكية قال غريفس لم اتفاجأ من دعوة امريكا لوقف اطلاق النار باليمن خلال تلاتين يوما كنت في واشنطن الاسبوع الماضي والتقيت عاردا من المسؤولين وتحدثنا عن الحاجة لحل هذا الصراع واحد الاسباب لذلك هو تهديد المجاعة وردا على سؤال حول مدى تأثير قضية مقتل خاشجي وقرب الانتخابات النصفية الامريكية قال غريفس اعتقد انها خليط من الامور التي ذكرتها بصراحة اعتقد انه كان هناك منذ البداية ومن معرفة الشخصية رغبة قوية للتحول من الحرب للسلام في اليمن ولفت ان لدى الولايات المتحدة الامريكية فرصة قوية لانهاء الحرب في اليمن واكد في الوقت الذاتي على ان الدعوات لانهاء الحرب عمر واتخاذ خطوات عملية لذلك يعتبر امرا اخر ده مارتن ريفس ومن ناحية اخرى نفت سفارة السعودية لدى واشنطن صحة ما ورد في تقارير صحفية بشأن علاقة المملكة بوفاة شقيقتين سعوديتين بالولايات المتحدة وعبر تويتر نفت المتحدثة باسم السفارة فاطمة بعشن اصدار حمر الى تالة وروتانا فارع بالعودة الى المملكة بعد تقديمهما طلب اللجوء السياسي لدى الولايات المتحدة وقبيل العصور على جثتيهمة في نهر هيدسون بولاية نيويورك واكدت بعشن ان التقارير الصحفية التي اشارت الى تلك الاوامر خاطئة تماما وان التحقيقات في قضية اختفائهما ومقتلهما ما تزال جاريا وفعلت وسائل الالام بينها سينان عن نصاقي كل من الشقيقتين كانت مربوطة تاني بشريط لاصق واشارت المصادر ان السعوديتين تقدمت بطلب اللجوء السياسي مؤخرا وان زويهما ابلغوا الشرطة بان مسؤولا في الصفارة اتصل هاتفين في 23 اغسطس وامر العائلة بالعودة للمملكة وفي 30 اكتوبر اعلنت كونسولية الرياض بن يورك تعيين محام لمتابعة المصاري القانوني للقضية لافتة الى ان الفتاتين كانت تدرسان في واشنطن ذكرت صحيفة عقاز السعودية اليوم الاربعاء 31 اكتوبر 2018 تفاصيل جديدة عن قضية المواطنتين السعوديتين التي عصر على جثتيهما في نهر هيدسون بمدينة نيويورك الامريكية الاسبوع الماضي وقالت الصحيفة نقلا عن وسائل اعلام امريكية ان شخصا كان يتجول في حديقة ريفر سايد ظهر الاربعاء الماضي على ضفة النهر لاحظة تحت اسفر رصيف صغير بارز بالحديقة الكائنة في شارع 68 شائعا بارزا على الضفة اتضح انه جثتان ودي الفتاتان السعوديتان وتابعت الصحيفة ان الشخص الذي عصر عليهم اصغر على استدعاء رجال الشرطة على الفور حيث عصرت سلطات الامن الامريكية على جثتي الفتاتين وكانت مقيدتين الى بعضهم البعض بشريط لاصق في منطقتين الخسر والقدمين واشارت الان الشرطة واجهت عند بدء التحقيق مشكلة في التعرف على الفتاتين مما استدعى نشرها بيانا على حسابها الرسمي بتويتر مرفقا بصورة للفتاتين وناشدت كل من يتعرف عليهم او يملك اي معلومات عنهم الاتصال بالشرطة ودي الصورة تم نشرها للفتاتين وتمكنت الشرطة بعد يوم واحد من التحقيقات من التعرف لهوية الجثتين التين تحملان ملامح متشابهة وزات المواصفات المذكورة في مذكرات البحث وتبين عند التحقيقات ان الجثتين لم تبقايا في الماء فترة طويلة وكانت ترتديان سيابا متشابهة فيما لم يكن على جسدهما علامات تدل على صدمات او لدود نتيجة الارتضام عند القفز وده المكان اللي عصروا عليه فيه وحسب بيانات الشرطة فان الشقيقتين سعوديتين تعيشان في فيرفاكس بولاية فرجينيا الاخت الكبرى روتانا فارع 22 سنة والصغرى تالى فارع 16 سنة وكان لديهما سجل ومذكرات اختفاء وقد طلبت مؤخرا اللجوء للولايات المتحدة لكن بعيدا عن ذلك ظلت ظروف وفاتهما وامضة اسكافح المحققون لتجميع كيف وصلت شابتان من مدينة تبعد اكثر من 250 ميلا بطول ضفة مار هيدسون في منهاتم وتحقق الشرطة في احتمال اتفاق الشقيقتين على الانتحار وربط نفسه يما معا ثم القفز في النهر لكن المحققين لم يستبعدوا ان يكون الحادث جريمة قتل وبينما لم يحدد مكتر الفحص الطبي سبب الوفاء بعد لم يدعي احد معرفته بالجسس من جانبه قال دير موت فيه شيا رئيس المباحث في تصريحات خاصة يوم الخميس لا نعرف اين واقعت الجريمة لدينا مأساة مروعة بالتأكيد في البداية رجحت الشرطة عن الفتاتين ربما كفزتها من جسر جورج واشنطن اذ ان الاشخاص الذين يقفزون من الجسر غالبا ما ينتهي بهم المطاف في ريفرسايد بارك لكن المحققين قالوا ان جثتين الفتاتين كانت ستعانيان من علامات الصدمة بعد سقوطهما من هذا الارتفاع بالاضافة الى انه كان عليهم القفز خلال النهار وفي هذه الحالة كان اي قائد سيارة سيشاهدهما فيما ذكرت صحيفة عرب نيوز وهي صحيفة سعودية تصدر بالانجليزية ان روتانا فاريا كانت تعيش في نيويورك بينما ظلت امها وشقيقتها الصغرى في ولاية فرجينيا وقالت الصحيفة ان الام كانت ابلغت بان تالى موقودة منذ شهرين ثم وقفت جهود البحث عندما اكتشفت ان الفتاة كانت تزور اختهر كبرى وقالت عرب نيوز ان الشقيقتان كانت على اتصال مع امهم قبل نحو اسبوع وذكرت شرطة نيويورك ان الامة التي لم يكشف عن هويتها ابلغت عن ابنتيها في العام الماضي وقالت الشرطة انه عندما رصدت الفتاتان طلبت الحماية وتم وضعهما في ملجأ موضوع اللجوء الامريكا في وقت سابق من هذا العام كانت روتانا فاريا تعيش في شقة بالطابق الخامس في مجمع فاخن بالقرب من مركز تجاري في فيرفاكس كورنر بولاية فيرجينيا وهو حي ضواحي يقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة من واشنطن وفقا لقول وكيل تأجير عقاري هناك فيما انتقلت السيدة فارع من المكان في تموز يوليو الماضي وفي اواخر اب اغسطس الماضي وصل بلاغ لسلطات مقاطعة فيرفاكس بشأن فقدان تالا فاريا مرة اخرى هم انسمى وزعت السلطات منشورا على الانترنت يفيد بان تالا مفقودة وبحسب المنشور فانها ربما تكون مع شقيقات عروتانا وذكرت الشرطة في نيويورك في 21 اكتوبر الجاري ان شخصا ما ابلغ عن وجود الشقيقتين المفقودتين في فيرجينيا كما تلقت الامة مكالمة من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن لابلغيها بان ابنتيها تقدمتها بالطلب لجوء وانا جريدة عقاس كاتبة والدتهم ترفض فرضية الانتحار ووالدهما يغادر لامريكا لمتابعة التحقيقات الكنسولية تتابع من قتل تالا ولوتانا في منهاته كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد عن وصول الامير السعودي احمد ابن عبد العزيز فجر السلساء 30 اكتوبر 2018 للرياضة بعد حصوله على تعهدات امريكية واوروبية بعدم التعرض له من قبل ولي العهد محمد ابن سلمان مشيرا الى ان ابن سلمان بنفسه كان في استقباله ده الامير احمد ابن عبد العزيز ودي التغريدة بتاعت مجتهد بتاريخ 30 اكتوبر 2018 عاجل احمد ابن عبد العزيز يصل للرياض كبيل فجر اليوم السلساء ومحمد ابن سلمان في استقباله لكن دون كاميرات ولا بروتوكول حصل احمد على تعهدات امريكية واوروبية ان ابن سلمان لن يتعرض له وكان موقع ميدل است اي قد كشف بشكل حصري ان الامير احمد ابن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي الملك سلمان يفكر في عدم العودة الى وطنه بعد تصريحات ادلى بها للمحتجين اليمنيين والبحرينيين خارج منزله في لندن في وقت صابق والتي نقى فيها بنفسه وبقية اهل سعود عن اعمال اخيه الملك وابن اخيه ولي العهد محمد ابن سلمان وفق ما قاله مصدر كبير مقرب من الامير فبعد ان سمع الامير بهتافات المتظهرين التي تنادي بسقوط عائلة اهل سعود التفت اليهم الامير وسأل لماذا تقول هذا عن اهل سعود ما علاقة عائلة اهل سعود بكل هذا هناك بعض الافراد المسؤولين وعندما سئل من قبل المتظهرين عن من هم المسؤولون اجاب الامير الملك وولي العهد وغيرهم في الدولة وفي غضون ساعات من انتشار الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي اصدرت وكالة الانباء السعودية الرسمية واس تقريرا عن الامير احمد نقلت فيه قوليه ان تفسير كلامه على انه انتقاد للملك غير ضبيب وان الامير احمد يقول فقط ان العائلة المالكة غير مسؤولة لانها لا تشغل مواقع في الحكومة وتشير تصريحات الامير احمد للمحتاجين اليمنيين حول موقف العائلة المالكة بوضوح الى الايام التي كانت فيها القرارات الكبرى مثل قرار شن غارات جوية على اليمن تتم بالتشاور الجماعي مع اعضاء بارزين اخرين في العائلة ولكن في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد لم يعد هذا هو الحال ومن الشائع تدوله ان الامير احمد كان واحدا من سلاسة اعضاء في مجلس البيعة عارضوا تعيين ابن سلمان ولم يعطي الامير احمد مبايعته لابن اخيه عندما اصبح وليا للعهد